اوه تحصل خناقة كبيرة هنا انا اصلا عمري من روحة مصر قبل كده تا حقيقي بس انا اتفرجت على صور كتير يمكن على ال 20 صورة واعتماد عليهم في البحث اللي عملته وانهاردة هكارن بين اشهر مدينتين في مصر فيالله بينا الجولة الاولى انهي مدينة اسور هكول اكتر ايوة انا عارف ان دي فئة محددة جدا بس انتو وارفين اي انا بحاب الاسور فيالله نعمل المقرنة دي اكيد لازم نتدي مع الاصر المفضل لي في مصر كلها وهو اصر المنتازة في اسكندرية اوه المكان ده جيمد اوي والله ومش بس كده اسكندرية كمان فيها اصر الراستين واصر انتوني يادس وكمان الاصر الكيوب ده كان بتايا الاميرة عزيزة فهمي يلقى هرا عندك ايه انتي كمان يعني كتير اصر عبدين اصر المانيا الاصر الالتحدية اصر السككيني باشا اصر الزعف الرانة يعني في اصور كتير عشان نزورها في اسمة مصر وحتى اسر البرون اللي في هليوبلس هنحطه في حسابنا كمان طيب القاهرة قدام اسكندرية الجولة الاولى مين الكسبان بوسوا يا شباب ده مكنش سهل بس حدي النقطة دي اسكندرية انا اعرف ان القاهرة فيها شوية اصور روى بس في رأيي اصر منتازم صعب جدا هاد يغلبوه الجولة التانية لايف ستايل لو انت من الناس اللي بيفضلوا اسلوب حياة هادى اكتر في احتمال كبير ان اسكندرية هتكون احسن لك هي البحر وفيها هاوي بكافهة كتير والجو كمان لطيف طول سنة زي ما بنقول في امريكا القاهرة مختلفة شوية هي مليانة بالناس كتير اوي وعلى طول مستعقلين المرور في الزيعة وهي كبيرة لدرجة ان حتى السكنها مو ممكن يتوخوا فيها لو راحوا مكان جديد عليهم بس عارفين ايه ده شكل وشاب مكان تاني عارفوا زي مدينة نيويورك اللي عايش فيها بالنسبالي انا بحب الزحمة والمدن اللي ما بتنمش ابدا ايوا هما بيوطروا الواحد شوية بس في رأيي هي تستاهل الحاجة دي عشان تقدر تحس بالنشاط والحيوية في الشوارع فاخيرا بالنسبة للليفستايل لازم ادي النقطة دي للقاهرة الجولة الثالثة الكورة طيب انهي مدينة فيهم عندها احسن نوادي الكورة القاهرة والاسكندرية يعني المدينة تين عندو انا بحضر احنا متأكدين للاجابة هي القاهرة بس اسكندرية تكسب اكيد في كورة سلة الجولة الرابعة انهي مدينة عندها احسن كنوز تحت المايا لحد الوقت ممكن تظنوا يا براين الفئة دي غريبة اوي ليه انا لسا بتفرج على الفيديو دا استنوا علي دقيقة كل من القاهرة والاسكندرية عندهم حاجات جميلة اوي تحت المايا القاهرة عندها مقياس النيل دا بير مميز مع سلالم هو اتبان سنة 861 هو ممكن العلماء في الزمن دا انهم يقيسوا مصطوى فايدان النيل مش بطال مش كده بس اسكندرية عندها مدينة كاملة تحت البهر في السنة التسعة وتسعين الباحثين اكتشفوا بقايا من مدينة حرقليان على بوات ستة كيلو متر من شحط اسكندرية بل ضعف انهم لقوا اكتر من ستين سفينة غرآنة وعشرات من التمثيل الدخمة هو كمان لقوا معبد فراوني كامل ودلوقتي الموارخين بيتقدوا ان المدينة دي كانت غالبا واحدة من احام المواني في العالم كله من 2300 سنة فايوة لازم ادي النقطة دي الاسكندرية الجولة الاخيرة الاكل لو عايزين تقربوا اكلات مصرية تقليدية مفيش مكان احسن في العالم من القاهرة دا صح انا بتكلم عن القشري والحمام والحووشي والبصارة والملوخية والفتى والمحشي وعلى الفتار طبعا لازم تاكلوا الفول والمساقع والبابا غنوك تحفح بس من ناحية تانية اسكندرية عندها مأكلات محرية حلوة اوي وطعزة كمان بصراحة انا كنت على انستجرام النهاردة وشفت الهاجات دي وكنت خلاص هشتري تسكيل تريران عشان بتاعدي وكمان تقدروا تقربوا اكلاتهم المميزة زي الكبد الفلاحة يعني تي حاجة عليها خلاف شوية بس على هسف جورنال دا غورديان المعتعم دا في اسكندرية عنده احسن تعمية في العالم كله استنى مش شرده يكون رأي بتاعي فلو انت من مكان تاني في مصر او بلاد الشام ما تدعيش عليها طيب اسكندرية قدام القاهرة انهي مدينة عندها اكل احسن يعني هنا هم متعدلين انا عارف محدش بها بتعدل بس المدنتين دول هم مزهلين ولازم تزوروهم او على اهل دي الخط بتاعتي ان شاء الله بس في الوقت الحالي بزون حفظة لاتفرجة للسورة بس على الانترنت عندوكم مماكن مفضلة في العالم العربي؟ عنا عايز ارف قلولي في الكومنت وممكن هتكلم عنهم في المرات اللي جاية شكرا لكم واشوفكم ان شاء الله قريب سلام تاسح انا باتكلم عن الكشري والحمام والحووشي والبصار والملخية والفتة والمهشي والمهشي